شهدت العاصمة الروسية موسكو ختم فعاليات الأيام الثقافية البحرينية وذلك بعد نشاط أثر الحراكة الثقافية المحلية للمدينة وفتح نافذة للجمهور للإطلاع على ثقافة وتراث وفنون مملكة البحرين عبر التاريخ وأقيم هذا البرنامج الثقافي على مدى يومين بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والأثار بالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين هذا وشهدت فعاليات الأيام الثقافية البحرينية إقامة معرض من كنوز البحرين فان صياغة الذهب عبر العصور ورغم انتهاء الأيام الثقافية إلى أن المعرض سيستمر لثلاثة أشهر ليقدم فرصة للإطلاع على قطع ذهبية بحرينية فريدة تجسد مهارة الحرفيين البحرينيين بالإضافة إلى أدوات ووثائق توثق جهود المملكة في الحفاظ على هذا التراث الحرفي العريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر